يعني كل ما بدي روح على المدرسة في عندك الحواجز. حواجز الجيش بدك تمرأ علي والمخابرات. فكل ما بدي امرأة على الجيش بياخدوا الهويتة اسمي عمر. كنيتي الشغرة ضيعتي البيضال. بيضة من اول ضيع اللي طلعت ضد النظام السوري والمظاهرة. الشغرة عائلة كان ضد النظام بالالف تسعمية وثمانين. وعمر اسم سنة معروف. عساكل موجودة على الحاجز علويين. يعني عندنا ثلاثة اسباب حتى يعتقلوني. عارف كيف? فكل ممرأة على الحاجز بياخدوني. على الفرع. وبلش التعذيب. بعدين ابوي بيجي. بيكون جايب لان شوية سمك شوية صبر. بتفعله شي خمسين الف. مية الف. بيقول لان هذا ابني يعني احيانا بيخبص هو يغبة. احيانا بس انا هلا بدي ربيه بالبيت. بياخد ابوي بيجيب له شي عصمة وعالفرع. بيضربنه ضربتان قداما هيك يعني عن كذب. بيضربني بيقول لانه بيقول لان انا بدي ربيه وبطالعنا. يعني بيستعمل بيستعمل النتورك يلي عنده الناس يلي بيعرفها بال بال بالمخابرات ويطالعنا.